أجونا بالليل لا في شمس ليهدوا علينا باب الشمس أجونا بالليل لا في شمس ليهدوا علينا باب الشمس وبالليل مرد وعتم باب الشمس يرسم حلم باب الشمس يرسم حلم باب الشمس هي اسم رواية للكاتب اللبناني لياس خوري حولها الشباب الفلسطيني والمقاومة الشعبية لوطن باب الشمس هي باتت رمز للحلمين بفكرة الوطن بينما إسرائيل والاحتلال تجهد لقتل الفكرة حتى وهي في مهدها بيبرع الشباب الفلسطيني بابتداء أساليب لإحيائها بل وجعلها أكثر نبضا للحياة بالأمس أو قبل الأمس حتى كان في محاولة لسكان باب الشمس للعودة لقريتهم وكان فيه هناك رفض من قبل الجيش الاحتلال وإعلانها منطقة عسكرية منذ البداية وتم اعتقال 17 شخص من سكان باب الشمس وإلقائهم حتى على وحواجز على مداخل مدينة القدس ورمالله وبساعات متأخرة من الليل اقتلع جيش الاحتلال الخيم وبيوت سكان باب الشمس بس عندنا اليوم يكون معنا الحديث أكثر عن هذا الموضوع من داخل الستوديو ناشطة شبابية وهي واحدة من سكان قرية باب الشمس الله يصبحك بالخير لما نزيه صباح الخير لما خلينا نحكي عن آخر إيش يصار وعن شعوركم أنتوا كشباب أنتوا حطيتوا الحجر الأول وبنيتوا الخيمة ومبارح استقبلتوا المعتقلين اللي تم تحويلهم لمحاكم عسكرية وكمان سمعتوا خبر اقتلاع كل الخيم تحكي لنا إيش كان شعورك مبارح يعني أنا حطيت زي تعليق صغير إنه كانت كيف إحنا كل فرحة عنا بواجهها حزن أول إش بنينا القرية كنا كتير فرحانين تم إخلائنا رجعنا حزننا رجعنا كم مرة على القرية رجعنا فرحنا كتير اعتقلوا كتير شباب حزننا أفرجوا عنهم كمان رجعنا نبسطنا وبالآخر رجعوا هدم القرية كانت كمان هي الحزن الكبير كانت فمبارح بالليل كلياتنا كنا شوي يعني عادينا كل حوالين بعض ومتضيقين كل خيمة عم بتروح كل واحد فينا عم بيعطي تعليق إنه جزء من قلبه عم بيقتلع مع هاي الخيمة اللي عم بتروح بس هذا حكي كلياته ما رح يهبط الأمل فينا ولا رح يهبط عزيمتنا كمان يعني حلم نحكي هون عن تمت حالة اعتقال بالليل وتم كمان في تحكينا عن الاعتقال أول شي وعن التهم اللي وجهوا للشباب أول مبارح لما تم اعتقال 17 شاب وصبية تهمتين وجهوا لهم اللي هي دخول إلى منطقة عسكرية مغلقة والاحتداء على رجال الشرطة بعدين ضلهم قعدين 24 ساعة ناموا الليلة في عوفر والتنين في المسكوبية مبارح تم الإفراج عنهم بكفالة ألف شكل وعدم دخول المنطقة لـ 13 شباط وهو باعتراف منهم أنه عدم دخول لقرية باب الشمس قرية باب الشمس نعم بدي أصليك أكتر عن فكرة أنه الناشطين والقائمين على قرية باب الشمس هم بيقولوا أنه هي نهج مش فكرة إيش يعني بتخصده لأنه هذا كان يعني أسلوب من أسلوب المقاومة الشعبية فحبينا نحنا نكون شوي هاي المرة فيها نكون مبدعين نطلع عن نطاق المألوف فحاولنا نكون بفكرة جديدة أو بنهج جديد والإشي اللطيف كان أنه لكل الناس صار بدها تمشي بهاي المبادرة وصار بدهم صار في كتير مبادرات وكتير أفكار أنه ينبنى كمان قرى وينبنى كمان مدن على الأراضي اللي قابلة للمصادرة للاستيطان فلما بتوصل هاي الفكرة لجميع الشعب الفلسطيني بنحقق إنجاز كتير كبير وبنحقق يعني نهج نفسه كلياته النجاح فهذا الإشي كتير كان بفرحنا يعني يعني باب الشمس عم تفتح بواب كمان بالضافة عم تفتح بواب تاني للناس مزبوط لو حكينا من البداية أنت كنتي وأنت كمان كان في شباب من سواء من مدن مختلفة بالضفة وبديش أقسمهم ولكن بدي أحكي إنه كان من شتى المناطق كان في من مدن مختلفة كان من الداخل وكان من القدس وتعرفتوا عبعض وبنيتوا الخيمة ووضيتوا أيام كمان عديدة وكان في أجواء ناس تعرف عبعض بتحكي قصص بتذكرنا في أيام قديمة كمان كيف كانت أنت تفجربتك لما؟ أول إشي يعني كل المشاركين كانوا معنا من فلسطين وأنا بقصد فلسطين كل فلسطين أجو من حفا أجو من عكا من الناصرة من الطيرة من طل الكارم قرقيليا رمالة نابلس جنين بصراحة من أول يوم كانت يوم التلجة فعليا يوم أبلش التجمع كلاياتنا كان في الهلال الأحمر من أول يوم بلشنا نتجمع فيها كلاياتنا يعني فيه طاقة كتير كانت بصراحة كتير قوية وكتير بارزة إنه الكل بدي يعمل الكل بدي يسوي وكان عدد كبير كان 350 شخص يعني ولسا العدد هذا كان شوي نقل لأنه من ورا التلج ومن ورا الأحوال التقص الأجاد فكان شوي العدد أقل من اللي كان مفروض يشاركه بزيادة الكل بلش يتشجع الكل بلش يتدرب كيف يحضر بيبني الخيام لأنه الخيام كان مفروض تنبنا خلال ساعة واحدة بوجه الصبح قبل ما قبل ما أي حدا ينتبه علينا فكانت كل هاي العمليات اللي عم بتصير كيف عم نتدرب كيف كلاياتنا عم نفكر وعم بننص وعم بنرتب يعني خلق جوي كتير حلو يمكن أنا زمان كتير ما يعني ما عشته هذا الجو عن جد خللنا نحكي إحنا قرية باب الشمس القرية مهددة دائما بالتدمير وبالأمس كمان قوات الاحتلال لإشاء لتدويق الخيام أنتو كيف يعني بتحاوزوا دائما أنه تضلوا على فكرتكم تضلكم صامدين لحتى كمان ترجعوا على القرية يعني أفكار المبدعة دائما ما بتخلو يعني أول مبارح يعني بدي أرجع على الأرز بدي أرجع أنا هلا بدي أفوت لكم الأرز يعني الأفكار ما تنتهي الحمد لله يعني أول مبارح لما قررنا نرجع على القرية كانت هي فكرة التفاف على الجيش الإسرائيلي عن طريق العرس وعملنا عرس وعملنا زفة وفاردة وسيارة مزينة لا ما في كتير أكيد مشاهدي الناس يعني ما كانت عندهم فرصة يعرف تفاصيل أكثر تفاصيل أكثر نحكي هذا بالتفاصيل إذن لبسنا واحدة ناشطة معنا فستان عرس وكان في معنا كمان عريس لبسنا إشي حلو وزينا سيارة بالورد ونزلنا كلياتنا السيارات وورا بعض على أساس أنها الفاردة وعم نغني أغاني فلسطينية أغاني الأعراس مع زمامير عطول الشارع لحد ما وصلنا منطقة الزعيم الشرطة الإسرائيلية كانت موجودة عم بتشوف أنه على أساس أنه في عرس فاردة ماشية وورا بعض بزفة كبيرة فجأة إحنا وقفنا عند عند زعيم اللي هي المنطقة التي تيجي على أو تحت الجبل اللي هي بالضبط مشارف قرية باب الشمس وفجأة وقفنا كلياتنا ونزلت العروس ونزل العريس ولساتنا كلياتنا عم منغني وعم منزغرت بالعرس الفلسطيني طبعا الجيش الإسرائيلي كليات وقف أنه مصدوم إيش أنتو مفروض عرس ماشي ولا وين أنتو جايين يعني وقفت لحظات هني مش عارفين شو يعملوا ما كانش في هني ما كان في أعداد الجيش إسرائيلي ما كانوا لسا متهيئين ومتحضرين كان في زفة كان في عنا إحنا مجموعة تانية عم بتلف في الجبل من ورا علشان تقدر توصل على القرية وعم تطلع الجبل صلها ساعتين ماشية من الجبل وبالفعل قدرت توصل للمجموعة تانية وإحنا لستنا بالزفة تحت أنا كنت مع الناس اللي موجودين تحت وبسطت المجموعة لفوق على القرية وقعدت دقائق وحطت العلم الفلسطيني وكمان كان دقائق وأجو الجيش وسحبوهم نزلوهم كلياتهم بهاي الأثناء وهمنا عم بينسحبوا كان في مجموعة تالتة عم تطلع من الشقة التالتة للجبل وبالفعل قدرت توصل كمان للقرية وحطت كمان علام الفلسطيني وتصوروا ونزلوا كمان تم كمان اعتقالهم يعني فعلا هاي الروح والنفس يعني إحنا كمان لساتنا قادرين أنه نبتكر ونبدع في طرق واللي ممكن يعني تكون الجزء منها فرح يعني هم هذا بيغيزهم أكتر وهذا بيقتلهم أكتر لما حاب أعرف عن واجد الشباب كمجموعات شببية وأفراد بالتحديد والمقاومة الشعبية بالناشطين التابعين لإلها وتدخل وجود فصائل فلسطينية وشخصيات تابعة لأحزاب سياسية معينة يعني إحنا هاي المبادرة اللي عملناها كانت مبادرة شخصية كل واحد شخص فيها طبعا كان قائم عليها من الأساس اللجنة التنسيئية للمقاومة الشعبية بس كل المشاركين كانوا جايين بالصفة الشخصية لإلهم بس إحنا كمان طبعا فتحين كنا بوابنا لكل الفصائل لأنها تيجي وتشاركنا وتدعمنا وبالفعل تم أنه كل فصيل من أقصى اليمين لأقصى اليسار شاركنا من كل الأحزاب ودعمنا وكان متواجد معنا طول الوقت فكان هذا كمان إشي كثير لطيف لأنه بحس أنا يعني من قبل الانقسام أو مفتتة الانقسام أو قبلها ما يصار في إجماع وطني على مبادرة أو على فكرة موجودة وبالفعل قرية باب الشمس أثبتت أنه جميع الفصائل من أقصى اليمين لأقصى اليسار دعموا باب الشمس وكانوا متواجدين معها إنتوا في حالة كروفر دائم مع جيش الاحتلال هل ممكن أنه يجي وقت أنه خلص تملو وما في رجع على باب الشمس لا قصة الملل هاي مش موجودة اللي بدي ملكا مال من زمان يعني قصة الملل حتى مش واردة يعني مش لأنه أوكي بس أنتو هلأ ممنوعين أنه توصلوا قبل شهرة شباط ممنوعين أنكم توصلوا قرية باب الشمس لا الهين المعتقلين تم مانحهم من أنه يوصلوا إلى المبتقة بس أكيد في أشخاص مواطرين بالضبط في ناس يعني الكل رح يرع نحن ضمن نبتدع أفكار جديدة رح ترجعوا إيش رح تعملوا رح تبنوا قرية قرية بكافة المعالم يعني رح ترجعوا كخيم كفترة مبدئية لحتى ما يتم بناء مستوطنات على هذه المنطقة يعني هلأ إحنا هلأ عايشين في هذا الصراع إن إحنا بدنا نرجع ولازم أول إشي نثبت رجليننا في الأرض وبعدين إن شاء الله الخطوة الجاية رح تكون نبنى القرية كاملة لما سؤالي الأخير لإلك هو فعلا يعني حدث وأنا شفته من خلال مواقعكم ببعث الأمل وصلكم رسالة من الأسير سامر العساوي اللي هو بيخوض أطول إضراب مزبوط سامر العساوي بعت لنا رسالة وإحنا في باب الشمس وجه لنا رسالة كانت جدا لطيفة وكانت جدا يعني بتمس في القلب هيك من جوة بتحسيها ومبارح كمان واحدة من المعتقلين في المسكوبية التأت بسامر العساوي شخصي وكمان وجه لها رسالة كانت مفعمة بالأمل من ناحيته ومفعمة بالأمل كمان لباب الشمس فهذا الإشي كمان أوانة وإحنا كمان كل اللي بنعمله علشان فلسطين وعلشان كمان أسرانا يطلعون من الأسر لما يعني الحديث معاك ببعت في النفوس طاقة وأمل وهذا دائما منتوقعه أنه في ناس حقيقة بيشتغلوا على الأرض بدي أتيك لك المجال كمان تدعي كل المواطنين يضموا ويصيروا جزء من سكان باب الشمس بما أن الدعوة ومفتوحة للكل أكيد أنا قبل ما أدعي كمان أنا بدي أشكر بصراحة كل الناس عن جد أشكر كل الفلسطيني في كل مكان في العالم على دعمهم على تواصلهم ومتابعتهم لقرية باب الشمس لأنه نسبة التواصل بخلال ثلاثة أيام كانت بصراحة فوق الطبيعي عن جد أشكرهم جميعا وكمان كل الناس مرحب فيهم بباب الشمس والكل موجود والكل كل فلسطيني أنا برأيي صار من باب الشمس لأنه باب الشمس صارت عنوان فلسطين جديد لما نزيه ناشطة شبابية بنشكرك كتير ومن سكان قرية باب الشمس بنشكرك على وجودك ويعني أنا بتأكد كمان أن المشاهدين أخذوا هاي الجرعة من الأمل والطاقة منكم بالتحديد المشاهديننا خلينا نروح نشوف اليوم بفقرتنا باليوتيوب إيش حضرنا لكم